عقد المدير تنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري وعضو الجهاز المستشار وائل الشيمي اجتمعا مع المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص دوي الإعاقة إيمان كريم وذلك لبحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة دوي الهمم في الانتخابات الرئاسية القادمة كما جرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المداربين لدوي الهمم لتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حقا وواجبا